أحجامها متعددة وخياراتها واسعة بلونها الأشقر ومذاقها اللذيذ جعلتها صاحبة العرش على الموائد الرمضانية إنها القطايف الصنف المحبب إلى قلوب الصغار قبل الكبار والتي تسمى أيضا بفاكهة رمضان عن طريقة صنعها يحدثنا أحد أصحاب المهنة في المحافظة طبعا الشباب هون كل واحد له دور بعد ما نجهز العجينة جوا بيجوا الشباب هون بصبوها على القريلات على الشوي واحد بصب واحد بشيل بعدين منحطها على التهواء وعلى التبريد هون الشباب بنشفوها العجينة ببردوها بعدين هني بحطوها برصوها بصحون وعلى الميزان وليد زبون مباشرة تحضر القطايف إما شيئا بالفرن أو قليا بالزيت أو نيئة مع القشطة ويضاف إليها القطر ليعطيها مذاقا ألذة ولتبقى القطايف التقليد المحبب في هذا الشهر قليد متبع طبعا وبين أغلب الناس وحتى إذا مريت على أغلب الشوارع ستلاقي بكل شارع في محل ببيع قطايف ومعدات القطايف على الرقم من غلاء سعرها كثير غالي بس خلاص الناس تعودت وغازم تشتريها والطفل والصغير ما بيعرف إلا أنه بدي يوكل منها عادة يعني ما فينا نتركها وهي الأكلة هي الأكلة المشهورة يعني برمضان إقبال الصائمين على شرائها بشغف عند فترة المغيب وقبل ساعة الإفطار رغم ارتفاع سعرها جعلها سيدة الحلويات الرمضانية بلا منازع والتقصى المفضل في هذا الشهر